السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله فيديو جديد معي أنا عبدالله الغفيص وسلسلة جديدة أو تطوير على سلسلة كانت موجودة من قبل وهي شروحات التطبيقات لكن هل مرة حبيت أن أقدم أفضل التطبيقات من مجموعة مختلفة من التقنيين مشرط أنه بس أنا اللي جالس أقدمها فحبيت أنه يكون معنا ضيف بكل حلقة من التطبيقات المهمة كل شخص رح يقدم لنا بأسلوبه بطريقة شرحه وكذلك التطبيقات اللي هو شايف أنها مهمة للاستخدام اليومي أو حتى مهمة يعني أنها تكون موجودة بجوالك وأول ضيف معنا التقني محمد حدايدي واللي جالس يقدم محتوى رهيب صراحة سواء على سناب شات أو إنستجرام على تويتر وكذلك قناته على اليوتيوب وأكيد بحط لكم الرابط كلها بالوصف أسفل الفيديو فخلونا نشوف مختارات محمد حدايدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي في بداية الفيديو أحب أشكر أخوي وصديقي عبدالله لإتاحة هذه الفرصة للمشاركة معاكم وإن شاء الله إنها تكون مفيدة للجميع فاستعرض معاكم اليوم أربع تطبيقات أتوقع ما في أي جهاز ممكن يقدر يستغنى عنها لأنها جدا مفيدة التطبيقات تعمل على نظام الآيو اس وأيضا نظام الأندرويد خلينا نستعرض هذه التطبيقات مع بعض على السريع الأربع تطبيقات هي الأول اللي هو جوجل كيب واللي هو الثاني صور جوجل والثالث فاميلي لينك أيضا من شركة جوجل والرابع ما له علاقة بجوجل ولكن اسمه سكيتش خلينا نبدأ بسكيتش اللي ما له علاقة بجوجل تطبيق سكيتش واحد من أفضل التطبيقات اللي فيه أدوات كثير يحتاجها أي شخص مع جهاز جوال يعني بيتسوي أسهم أشياء جدا كثير خلينا نشوفها سريع مع بعض من أهم هذه الأدوات عندنا اللي هو إخفاء جزء من الصورة بهذا الشكل تقدر تغبش على أي جزء من الصورة أيضا فيه أداء ثانية وهي أداء الأسهم بالإيموجي أداء مثلا زي هذه وعندنا أيضا هذه الأداء وعندنا أيضا أداء الإطار تقدر تحط إطار لأي صورة بهذا الشكل مع التحكم بألوان الإطار وعندنا أيضا أداء الأسهم تقدر تأشر على أي مكان بالصورة سواء بالخريطة مع أي أحد تبتشرح له على أي شيء أو على أي صورة من أي تصميم من تصميماتك وأخيرا أداء طبعا الكتابة على الصورة فأيضا بتغنيك عن عدة تطبيقات الآن لو انتقلنا إلى التطبيقين الأخرى اللي هي جوجل كيب وصور جوجل هذا عبارة عن ملاحظات وهذا عبارة عن صور وفيديو التطبيقين مميزة أنه تقدر من خلالها أنك تنزلها على أجهزة الآيفون أو الآيباد أو أجهزة الأجهزة الأندرويد بكافة أنواعها وأيضا على كمبيوتر ماك أو ويندوز تقدر اللي تضيفه هنا بينظاف عندك في جميع الأجهزة اللي بتحذفه من أي جهاز أيضا بينحذف من جميع الأجهزة يعني تقدر تدخل عليها من أي مكان سواء الملاحظات أو الصور أو الفيديوهات لأنها كلها مخزنة على السحابة عند جوجل بمساحة لا محدودة فهذه بتوفر عليك أنه مثلا لو خسرت جهازك ضع جهازك أمصرك جهازك عطل جهازك صورك وفيديوهاتك وملاحظاتك محفوظة في أمان وتقدر تدخل عليها من أي جهاز عن طريق حسابك بالجيميل يعني مثلا لو دخلنا على تطبيق الملاحظات جدا جميل تقدر تضيف في ملاحظات إلى ما لا نهاية ولو دخلت عليه أيضا من جهازك الأندرويد تقدر تستعرضها بكل سهولة وتعدل عليها تقدر تدخل عليها من كمبيوترك سواء كان بنظام ماك أو بنظام ويندوز وبالتالي أنت ما يعني لو بتستخدم أكثر من جهاز ما بتحتاج دائما نقل الملاحظات من جهاز إلى آخر وأيضا ما بتضيع عليك الملاحظات عندنا أيضا تطبيق سور جوجل نفس الكلام اللي تكلمنا على الملاحظات نفسه بالضبط ينطبق على هذا التطبيق تطبيق سور جوجل تطبيق عملاقي جدا تقدر تسوي فيه ألبومات زي ما هو واضح قدامك الآن تقدر تحط فيه صور وفيديوهات إلى ما لا نهاية وتتخزن عندك على السحابة طبعا ما حد يقدر يطلع عليها غير اللي عنده حسابك الجيميل الخاص فيك بكلمة السير طبعا بالتالي ما حد يقدر يطلع عليها غيرك أيضا لو ضع جهازك في أي وقت خرب عليك الجهاز تقدر توصل لصورك وفيديوهاتك بكل سهولة تقدر تتنقل بين جميع أجهزتك عن طريق نفس هذا التطبيق يعني لو عندك آيفون وعندك أي أحد أجهزة الأندرويد كلها حتكون نفس الصور المخزنة بجميع الأجهزة وتقدر تتحكم فيها من أي جهاز منهم بكل سهولة آخر تطبيق معايا هو فاميلي لينك وهو تطبيق جدا مفيد لو عندك أطفال لأنه من خلاله تقدر تتحكم في جهاز طفلك طبعا بغض النظر إيش ما كان الجهاز لأنه ينزل على أجهزة الأي او اس وأيضا أجهزة الأندرويد فما يفرق أنت على إيش بتنزله ولكن لازم تواجده أيضا على الجهاز الآخر فتقدر تختار لهو مدة استخدام الجهاز لابنك يعني تحط له ساعات معينة سواء بالليل أو بالنهار أو إلى آخر على حسب راحتك أنت أيضا تقدر تمنع بعض التطبيقات يعني تسوي له حظر ما تشتغل أو ما تظهر معه أو تخلي له بعض التطبيقات هو اللي يقدر يشتغل عليها أيضا تقدر تحدد موقع جهاز ابنك هو وين بالضبط يعني لو خرج ابنك بالجهاز برا البيت تقدر تطمن عليه من خلال أيضا هذه الميزة وطريقة عدادات التطبيق جدا سهلة وبسيطة وصلنا إلى نهاية الفقرة يعطيكم ألف عافية وأشكر مرة أخرى الأخ عبد الله على إتاحة هذه الفرصة وفي أمان الله الله يعطيك العافية محمد ما قسرت التطبيقات جدا جميلة ومهمة اكتبوا لي بالتعليقات واشرائكم بتطبيقات محمد وكذلك اقتراحات للأسماء أشخاص حابين أنهم يقدمون التطبيقات أو مختراتهم من التطبيقات كالعادي لا تنسون الاشتراك واللايك وانتظرون إن شاء الله بسلسلة قادمة من التطبيقات المهمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته